أمورية كاملين لقاءاتنا ونجوم الفريق معنا واحد من نجوم الفريق إبراهيم عادل نجمي فريق النادي الأهلي وواحد من العامدة الأساسية في منتخب مصر كمان إبراهيم كلمنا عن مشوارة البطولة ممكن بطولة كانت طويلة السنة دي منتخب وامتحانات يعني تكلمني بقى عن مشوارة البطولة وهم المحطات فيها يعني الحمد لله الأول فوز بالبطولة وبنشكر الكابتن سامر وكابتن أحمد رعوف وكل الجهاز بتاعنا وكابتن خالد البطولة السنة دي والله كانت صعبة وحنا تحبنا جدا لأننا كنا من نتضرب يعني بعد الفجر على طول كنا بننزل من بيوتنا نتضرب فتحبنا كتير من شهر سبع يعني حوالي بقىنا حوالي 12 شهر أو 11 شهر في التدريبات وكمان مع المنتخب مع الامتحانات فالدنيا كانت صعبة بس الحمد لله قادرنا نفوز بالبطولة أهم محطات البطولة والمقبارات اللي روشي فينا كانت فصلة في مشوارة البطولة وساعدتكم كتير يعني هي مطش المقابلين ساعدنا كتير لأن هي المقابلين كانت مابلنا وبابلنا البطولة كانت ماشى معنا على طول جت هنا احنا كسبناها الدور الثاني ثلاثة واحد فتصدرنا وبعد كيه برضو يعني الحمد لله يعني لقدر الله ويعنا في مطش وبعد كيه المقابلين راح اتوعر وحنا احنا راكبين بقى الحمد لله وهي وعت في مطش معينبي فاحنا فوزنا بالبطولة الحمد لله عبراهيم جمهوري النادي الاهلي مستنيني منكم كتير وبقت تعرفكم من خلال ازاعة قناة النادي الاهلي مبارياتكم ده شايفوا ازاي وتعامل الناس معاكم وازاعة المباريات على القناة النادي الاهلي ساهمت في مستقبلكم ازاي طبعا ده والله بيدينا حافظ جامد جدا لما بيكون موتش مساعدة على التلفزيون بيدينا حافظ اللي احنا نقدم احسن مستوى عشان جمهوري النادي الاهلي وحنا في النادي الاهلي متعودين اللي على طول مستوى بس النهاردة يعني الجو ما قدش مساعدنا مع الجو والارض فما قلناش يعني يعني الحركة كيت رخمش وقت لان الجو كان وحش شكر باهيم وتمنونك ان شاء الله مزيد من التوفيق ومزيد من البطولات كابتن أسامك اندك اللقاءنا مع أبراهيم عادل معنا بقى توقام وحسام عادل كمان يعني اتفضل الأحسام يعني تولي عن البطولة ومشوار البطولة واهم يعني المحطات اللي مرتو يباخلها البطولة والله طبعا انا بشكر للمدير فن بتاعنا كابتن سامر واحنا تعبنا والله عشان ناخد البطولة دي يعني احنا من من شهر سبعة واحنا نجهزين للبطولة ونجي الساعة ستة والحمد لله ربنا كافئنا واخدنا البطول المتشاط الصعبة المحطات المهمة كلام كابتن خالد بيبو معاك وعالطول انا شاف كان بعد كلهم بوراك كان بقى في اجتمع وابتكلم معاك وسواء كابتن خالد او كمان كابتن سامر عفتاء كابتن سامر عبد الرحمن والجهاز الفن الفريق. ولله كابتن سامر وكابتن خالد كان وقفين معنا كتير او كوي كان كل يوم معنا يحضر التمارين كابتن خالد ومعنا في الموتوشى احنا كانا في اموتوشة صعبة ما بس الحمد لله يعني احنا في الاهل يجب م أن نكسب كل الموتوشة والحم脡 الله كسبنا أخدنا الدور الحمد لله التوقم وعلاقة التوقعم في الملعب انت۸ ابراهيم بتساعدكو ازيازها احني اهم المواقف بقى اللي مرتو بقى على مدار البطولة لا يعني ده هو كل موتش بزعق معاه فالحمد لله يعني احنا متفكين مع بعض وان شاء الله نعمل مستوى حلو والمصيم الجاي ناخد البطولة كمان يعني بالتوفيق دائما نحساب وان شاء الله دائما تفضل انت وابراهيم كده في النادي الأهلي وكمان تكملوه في منتخب مصد وولعاب العساب بإذن الله ان شاء الله ان شاء الله حبيك بكم من اللقاءاتنا ومضمننا أحمد سعد لعب فريق النادي الأهلي كمان واحد من المهاجمين الخاطرين جدا في الفريق وكان ليك دور مع خلال البطولة يعني تقولي على البطولة ومشوارها وأهم التعليمات اللي دائما كان كابتن سامر بولهاركو خلال مدار البطولة الحمد لله والان الله بارك في حضرتك سانين احنا كابتن سامر من أول يوم تمرين كان بيركز على البطولة تمرين كل يوم الساعة 6 الصبح بنيجي كابتن خالد وكابتن أحمد رووف وطبعا بشكرهم كلهم لأنه وقفوا جنبنا وكل واحد في الملعب فينا تطور بشكل كبير مع كابتن سامر ومع كابتن أحمد رووف يعني بطولة كانت طويلة ومشوار طويلة محمد وامتحانات وانضمام للمنتخب كنت تعملوا مع كل الضغوط دي ازاي؟ والله وكابتن سامر كان دايما يتعامل معنا بشكل أوروبي مثلا يعني عالي جدا كان وقت الامتحانات بيخلينا تمريننا متأخر عشان نلحق نرايا حتى لما نيجي وكان بيت مررنا أعلى تمرين الصراح الحمد لله يعني على البطولة وان شاء الله كل سنة يعني كده ان شاء الله يعني محمد انتم من أكتر الفرق اللي ازعلها متشاط السنة دي على قناة النادي الأهلي شايف ده ازاي وفرق معاك ازاي وأكيد زمائلك وعندك في البيت برضو بكاليو معاك ده فرق معاك ازاي وتتدور في الممساك ازاي؟ هو طبعا حاجة كويسة ان العيبة في سننا دي تتشاف حتى ممكن يعني فيه فريد زد جايب العيبة كتير عورة بسبب المشكلة دي بس يعني الحمد لله ان شاء الله كل سنة البطولة شكرا محمد له دائما بالتوفيق ودائما في البطولات بإذن الله كابتن اسامة ده كان لقاءنا مع ثلاثة من لعابي فريق نادي الأهلي الطوام طبعا إبراهيم وحسام عادل وكمان محمد سعد مهاجم الفريق ان شاء الله مستمرين معاك ومزيد من لقاءات اتكلمين كابتن اسامة اتفضل بنشكرك يا توفيه شكرا جزينا على التغطية المميزة اللي تديتها معنا النهاردة من بداية اليوم يعني احمد رضا في البداية ألف مبروك الفوز بالبطولة طمين عليك الأول يمكن انت إصابة طويلة من المباراة زد في الدور الأول كسر أعلى القصبة يعني طمين عليك وعلى قصبتك وتقولي على الفوز بالبطولة وزي ما هي لك النهاردة طبعا الحمد لله احنا بنشكر في رأيكم ونشكر ربنا سبحانه وتعالى على المكسب واللعابة كلها رجالة ما شاء الله وعملنا بطولة كوائسة وكابتن اسامر تحيب معناها جدا بصراحة يعني اعتبر من الأسس اللي كسبتنا للبطولة كابتن سامر وكابتن أحمر رقوف وطبعا بشكر دكتور جابالله اللي ما سبنيش في العمليات خالص داخل مع العمليات ونادي كله بصراحة مساندنا والحمد لله على البطولة طميني بقى على أصابتك ووصلت لحد فين دلوقتي ممكن هي أصابة صعبة وعملت عمليات في السن الصغير ده طبعا الحمد لله يعني كل جيبوا ربنا كويس الاسابة كانت ماتش زادة في الدول الأول دكتور جابالله خدني عطوة لنا على المستشفى عملتها في السيديووم والحمد لله يعني قدام أربعة عسفين إن شاء الله واشارك في التمانية بالسلامة بإذن الله وإن شاء الله تكون واحد من نجوم الفرق الموسم الجاي وإن شاء الله تكمل مع الفريق وإن شاء الله دايما بطولاته والتوفيد بإذن الله إن شاء الله نكمل لقاءاتنا كابتن أسامة بنضمي له واحد من نجوم الفريق آدم سامير يعني آدم ألف مبروك الفوس بالبطولة بطولة كبيرة ويمكن صعبات امتحانات نضمام للمتخب كلمني بقى عن البطولة والنهاردة فرحي لكم عاملة زي الله يبارك في حضر لك الأول بنشكر ربنا على البطولة دي ممكن أنا ما كنتش معهم في أول الموسم جيت في نص الموسم جيت لقيت اللعبة كلها مركزة مع كابتن سامر والجهاز الفني مركزين هدافهم على البطولة والحمد لله ربنا كرمنا واخدنا البطول الحمد لله أدم يعني أنت جايب في انتقالات يناير إنك لو تيجي في نادي كبير زي النادي الأهل يعني كلمنا عن الشعور وتعاملت إزامع زمائلك وفي نص الموسم دخلت إزامع الفريق وإحتنكه إزاي أكا بالنسبة لي يعني خطوة كبيرة في حياتي أن أنا كنت في نادي في منصورة عندنا جيت النادي الأهل ليه أحسن نادي أحسن نادي في إفريقيا أحسن نادي في مصر الحمد لله أنا بشكر ربنا على الخطوة دي وإن شاء الله بإذن الله ربنا كرمنا في الفريق أول بإذن الله اللي جاي بقى شافه إزاي واطموحك خاصة أن هل بقولي أن أنت لسه أول سنة لك مع نادي الأهل بإذن الله شابت رجلها تاني مع الفرقى وربنا كريمنا المنتخب والفريق أول بإذن الله شكرا إيادا ومتمنىك دوام التوفيق بإذن الله متكملين لقاءاتنا ومعنا عمر زكريا واحد من لعاب الفريق نادي الأهل ومن نجوم وهذا الموسم عمر ألف أبروك الفوز بالبطولة هذا أكثر من رائع برغم كل صحوات لك أن كنت رجالة وكنت عند صحقة جمهورنا دي الأهل الله بارك في حضرتك الحمد لله إحنا تعبنا من أول الموسم بدأنا في شهر سبعة ودلوقتي إحنا ودخلين في شهر ستة وربنا كالل مجن الحمد لله والبطولة أهم المحطات بقى في البطولة وكنت بتعاملوا إزاي وكابتن سامر كان بتعلم معكم إزاي لما كنا ساعات بيبقى في ضربات ساعات كده كابتن سامر كان يعني مش بيزعق لنا مساء ولا حاجة كان بيقوينا ويعلم مننا والحمد لله إحنا كنا بنستجيب للحاجات اللي هو كان بيقولها لنا أنتم محكوبة خلال الفترة الجاية أنتم فريق النادي الأهلي فريق لا يقبل إلا بالبطولة شايفين الفترة الجاية زيه؟ إن شاء الله ربنا وفقنا كده ودائما نتصعد الفريق الأول ونحق البطولات وحابة أشكر الكابتن سامر واشكر كابتن أحمد رووف ودكتور جابالله وكل الجهاز وكابتن فتوح ودكتور هيمة حابة أشكرهم كله شكرا عمرو دائما الموفيين ودائما الأبطال بإذن الله كابتن أسامة دقل لقاتنا مع كابتن سامر عبدالرحمن المدير الفاني للفريق وكمال لعاب الفريق مكملين لقاتنا ومعنا طبيب الفريق بقى يمكن فريق 2006 دكتور أحمد جابالله فريق 2006 كابتن أسامة كان عنده عديد كده من الإصابات وكانت إصابات طويلة ولكن مع ذلك فريق شخصية البطل كانت موجودة دكتور أحمد جابالله طبيب الفريق نادي الأهلي المدير 2006 براحب حالك في البداية طب مني بقى وكلمنا عن مشوار الطويل أو من الإصابات على موضوع الموسم لكن الحمد لله ربنا كرام كل بطوله ألف مبروك أمس على كابتن أسامة وضيوف القرام ألف مبروك لكم وجاميري الأهلي الحمد لله الموسم ده كان صعب شوية كان فيه إصابات كتيرة وغلبها إصابات كسور بدأنا بمحمد أحمد سعد شهاب بدأ كسرف الرزق وعملانه عملية وأكبر إصابة طبعا أمير جلو صليبي بس الحمد لله في الفترات الأخيرة واني قدامه شهر إن شاء الله وينزل الملعب وأحمد دريدة كان بردو أصابة بقى في كسر في الوطر الرضي في القصبة والحمد لله عملنا له العملية تاني يوم على طول والحمد لله بردو بقى له ثلاثة سابيع أو أربع سابيع وفتل التمريم مع الفرق إن شاء الله دكتور أحمد يعني يدوركم بقى كجهاز فن وضيداري وطبي والتعاون اللي بينكم مشافه إزاي ساهم في الفوز النادي أهل البطولة والأداء الرعدة الحمد لله الفرق دي أنا كنت معها السنة اللي فاتت الحمد لله فرق كلها العيبة كويسة جدا واخلاهم عالية وملتزمين الموسم كان صعب شوية وخصوصا كمان الإصابات كثيرة وقدمناها كلها العيبة أساسية والعيبة كمان تلعف المنتخب بس أعزمتهم الصراحة وإصرارهم يعني أنهم عارفين قيمتهم يعني أنهم أكبر من سنهم الصراحة أنهم عارفين قيمة تشيرت وقيمة نادي الأهلي وحتى زي النهار ده ماتش بردهم بيقدوا بكل بطولة وعنهم مخدير البطولة فالحمد لله هم يعني أكبر من سنهم الحمد لله وعندهم الوعي الكافي أنهم يلعبوا فعلا في النادي الأهلي شوفيك تحمل وبنالكو ده هم التوفيق بإذن الله شكرا كابتن أسامة دي قت لقاءتنا عقب نهاية مباراة الأهلي وزد انتهى بالتعادل الإيجابي لكن فريق النادي الأهلي هو بطل الجمهورية مواريد 2006 يوم جديد من أيام انتصارات النادي الأهلي يا رب دمع علينا نعمة وإن شاء الله كلنا نبقى مع موعد مع الانتصار الكبير وفوز النادي الأهلي إن شاء الله مساء الإسنين المقبل ودورة أبطال أفريقيا للمرة 11 والتالتة على التواري كل التوفيق وكل الشكر لليك كابتن أسامة وضيفك في الستوديو ودائما يا رب نلتقى في انتصارات الكاملة وحلاكة فضل